عبر اتصال تلفوني أحد الأخوة الأعزاء من العراق سألني سؤالا حول هذا العنوان عصائب أهل الحق وهو عنوان معروف لتنظيم سياسي وعسكري في العراق إنهم مجموعة قيس الخزعلي عصائب أهل الحق العراقيون يعرفون هذا جيدا سألني هل لهذه المجموعة من ذكر في أحاديث أهل البيت في شؤون الغيبة والظهور فأقول لسائل العزيز إذا كنت تسأل عن مجموعة قيس الخزعلي فأنا لا أريد أن أتحدث عنهم إنهم مجموعة سياسية عسكرية أنت تعرفها لكن إذا أعدت صياغة سؤالك بحيث يكون السؤال عن العنوان نفسه هل هناك عنوان لمجموعة شيعية في مرحلة الإرهاصات لأننا لسنا في مرحلة العلامات الحتمية وربما لسنا في مرحلة الإرهاصات وإنما بحسب القرائن نحن في مرحلة الإرهاصات وهي المرحلة التي تسبق مرحلة العلامات الحتمية كم ستطول العلم عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هل هناك عنوان هناك مجموعة شيعية تحدثت الروايات عنها في مرحلة الإرهاصات بغض النظر عن مجموعة قيس الخزعلي أنا لا أتحدث عن هذه المجموعة ولا عن غيرها البرنامج ليس معدا للخوض في مثل هذه الموضوعات إنما أجيب على صيغة السؤال الذي أعدت صياغته إذا تفحصنا الأحاديث في كتبنا هل هناك هذا العنوان عصائب أهل الحق أقولها بملء فمي لا يوجد هذا العنوان على الإطلاق في أحاديث العترة الطاهرة سأبين للسائل العزيز وللذين ينتفعون من هذه المعلومات التفاصيل الكتاب الذي بين يدي الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدس في صفحة الثامنة بعد المائتين هناك حديث نقله المفيد والسند سند ليس شيعيا ليس من أسانيدنا السند من أسانيد المخالف وبغض النظر عن السند نذهب إلى الرواية التي ذكرها المفيد فأنا لا أعبأ بالأسانيد وإنما أعبأ بالمتون ولكن لا بد من الإشارة إلى هذه المعلومة من أن الحديث هذا جاءنا من طريق المخالف عن حذيفة ابن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان عند خروج القائم إذن الحديث لا علاقة له بمرحلة الإرهاصات ولا علاقة له بمرحلة العلامات الحتمية إنما يرتبط الحديث بزمان الظهور إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء أيها الناس قطع عنكم مدة الجبارين وولي الأمر لقد ظهر الإمام وولي الأمر خير أمة محمد فالحقوا بمكة فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق فلا يوجد في الرواية هذا العنوان عصائب أهل الحق وإنما العنوان الذي جاء مذكورا في هذه الرواية وهذه الرواية كما قلت لكم من طريق المخالفين فستكون ألفاظها ليست دقيقة فيخرج فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق هذا العنوان الذي ورد في هذه الرواية فهذا الكلام في مرحلة الظهور وماذا أيضا هذا هو الجزء الحادي والخمسون من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والثمانين رواية من طريق المخالفين أيضا وليست من طرقنا الرواية عن أم سلم زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وآله تحدثنا عن النبي أم سلم تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أم سلم زوج النبي قال قال النبي صلى الله عليه وآله يكون اختلاف عند موت خليفة خليفة إلى أن تقول الرواية فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام الحديث عن الظهور أيضا فإذا رأى الناس الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعون فالعنوان عصائب أهل العراق ولا يوجد هذا العنوان عصائب أهل الحق والرواية أيضا من طرق المخالفين فما جاء مرويا في كتاب الاختصاص عصائب العراق من طرق المخالفين وما جاء مرويا في الجزء الحادي والخمسين من بحار الأنوار عصائب أهل العراق فلا يوجد في الحديثين هذا اللفظ عصائب أهل الحق في الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة نفس الطبعة في صفحة العاشرة بعد المائتين إنه الحديث الأول من الباب التاسع حديث عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه إنه حديث الأيام الحديث الذي يأمرنا ألا نعاد الأيام والأيام عنوان رمزي لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه لست بصدد تفاصيل الحديث وإنما جاء في هذا الحديث والجمعة عنوان الجمعة والجمعة ابن ابني الإمام الهادي يقول ابن ابني يعني الإمام الحجة يعني بقية الله والجمعة ابن ابني وإليه وإليه تجمع عصائب الحق عند ظهوره عصائب الحق وإليه تجمع عصائب الحق ما المراد من عصائب الحق إنهم نجباء مصر أبدال الشام وأخيار العراق وهذا التعبير هو الذي ورد في أحاديث أهل البيت والرواية هنا مصحفة اللفظ الصحيح وإليه تجمع عصابة الحق أما العصائب فهذا تصحيف ما هو الدليل على ذلك هذه المصادر نقلت الرواية نفسها ولكن لا توجد فيها عبارة العصائب وإنما لفظة العصابة كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة البحار البحار مؤلفه توفي سنة 1111 للهجرة الصدوق توفي سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الحديث الحديث يبدأ في صفحة 431 رقم الحديث 102 الحديث نفسه عن إمامنا الهادي والجمعة ابن ابني وإليه تجتمع عصابة الحق وليس العصائب عصابة الحق الرواية هنا في البحار مصحفة وإليه تجمع عصائب الحق وإليه تجتمع عصابة الحق والمراد من عصابة الحق نجباء مصر وأبدال الشام وأخيار العراق وكنوز إيران كفاية الأثر كان معاصرا للصدوق فهو من علماء القرن الرابع الهجري كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر علي ابن محمد الخزاز القمي هذه الطبعة الأولى ألف أربعمية وثلاثين هجري قمري مجموعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار الحديث يبدأ في صفحة أربعمية وستة رقم الحديث مية وخمسة وسبعين الحديث نفسه عن إمامنا الهادي والجمعة ابن ابني وإليه تجتمع عصابة الحق فما جاء في البحار عصائب الحق في الجزء التاسع والتسعين جاء مصحفا فهذا كتاب الخصال وهذا كفاية الأثر وهذا جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع لابن طاوس المتوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة وهذه الطبعة الأولى طبعة مؤسسة الآفاق الحديث في الصفحة الخامسة الخامسة والثلاث أقرأ عليكم ما جاء في الصفحة السادسة والثلاث والجمعة ابن ابني وإليه تجتمع عصابة الحق إذن الخصال كفاية الأثر جمال الأسبوع وهناك العديد من المصادر أيضا إنني ما جئت بكل المصادر هناك العديد من المصادر أيضا وردت فيها كلمة عصابة وليست عصائب في البحار نفسه هذا الجزء الرابع والعشرون من الطبعة نفسها أورد الحديث عن الخصال صفحة 239 وإليه تجتمع عصابة الحق هذا هو الجزء الرابع والعشرون من بحار الأنوار من المصدر نفسه وهذا الجزء السادس والثلاث صفحة 414 وإليه يجتمع عصابة الحق وتصحيف هنا في كلمة يجتمع في المصدر الأصل تجتمع عصابة الحق ولكن الحديث عن العصابة والعصائب هذا في الجزء السادس والثلاث وكذلك في الجزء الخمسين من بحار الأنوار في صفحة الخامسة والتسعين بعد المئة وإليه تجمع عصابة الحق عند ظهوره عند ظهور بقية الله صلوات الله عليه هذا الجزء الخمسون وهذا الجزء السادس والخمسون من بحار الأنوار أيضا في الصفحة الحادية والعشرين الحديث نفسه وإليه تجتمع عصابة الحق إذن هذه المصادر الأصلية الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة كفاية الأثر للخزاز القمي من الذين عاصروا الصدوق لا نعرف تعريخ وفاته بالضبط وبالدقة جمال الأسبوع لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة ونقل الحديث عن الصدوق أيضا صاحب البحار في البحار نفسه في الجزء الرابع والعشرين في الجزء السادس والثلاثين في الجزء الخمسين في الجزء السادس والخمسين وردت تعبير بعصابة الحق وليس بعصائب الحق إذن لا يوجد لا من عين ولا من أثر بالنسبة لهذا العنوان في أحاديث العترة الطاهرة ولا حتى في الأحاديث التي نقلناها من كتب المخالفين فما جاء من طريق المخالفين عصائب العراق عصائب أهل العراق أما في كتبنا فقد جاء التعبير بعصابة الحق ويراد من عصابة الحق هنا الأمة المعدودة إنهم الثلاثمئة وثلاثة عشر نجباء مصر أبدال الشام أخيار العراق كنوز إيران وما بقي من البلدان الأخرى فلا يوجد شيء لا من قريب ولا من بعيد لا في مرحلة الإرهاصات ولا في مرحلة العلامات الحتمية ولا في مرحلة الظهور التعبير جاء في رواياتنا في أحاديث العترة بعصابة الحق ويقصد من هذا العنوان الأمة المعدودة إنهم الثلاثمئة وثلاثة عشر نجباء مصر أبدال الشام أخيار العراق كنوز إيران وسائر الذين يأتون من البلدان المختلفة نذهب إلى فاصل إذن ما ذكر في كتبنا من روايات من طريق المخالفين ذكرت عنوان عصائب عصائب العراق وذكرت عنوان عصائب أهل العراق وحينما ننظر في مضمون هذين الحديثين فإن الحديثين يتحدثان عن مرحلة الظهور والمراد من عصائب العراق وعصائب أهل العراق هم الذين عبر عنهم في أحاديث العترة بأخيار العراق أقرأ عليكم من غيبة الطوسي الطوسي إنه محمد بن الحسن الطوسي مؤسس المذهب الطوسي المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة وهذا كتابه الغيبة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والثمانين بعد المئتين بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يبايع القائم بين الركن والمقام يبايع القائمة بين الركن والمقام التحريك ليس صحيحا القراءة الصحيحة يبايع القائمة يبايع القائمة بين الركن والمقام ثلاثمئة ونيف عدة أهل بدر فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق فيقيم ما شاء الله أن يقيم فما جاء في أحاديثنا الأخيار وليس هناك من ذكر للعصائب إنهم أخيار العراق وهذا الحديث نفسه ذكره المجلس في الجزء الثاني والخمسين صفحة ثلاثمئة وأربعة وثلاثين إنه الحديث الرابع والستون فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق نقله عن المصدر نفسه عن غيبة الطوسي من أحاديث أهل البيت فإن أخيار العراق يصل عددهم إلى الخمسين هؤلاء هم أخيار العراق والذين عبر عنهم في الروايات التي وردت من طريق المخالفين بعصائب العراق فلا نثق بالتعابير التي وردت في الروايات من طريق المخالفين فلا يوجد في أحاديث أهل البيت شيء من هذا القبيل عصائب أهل الحق هذه تسمية موجودة في زماننا لا علاقة لها بالروايات والأحاديث المعصومية ولا أدري هل أن أصحاب هذا العنوان يدعون من أنهم أخذوا العنوان من أحاديث العترة صلوات الله عليها أو أنهم لا يدعون ذلك هذا الأمر لا علم لي به ربما نحته هذا العنوان من خلال ما ذكر في الروايات المروية من طرق المخالفين التي تحدثت عن عصائب العراق وعصائب أهل العراق في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار صفحة ثلاثمية وستة إنه الحديث التاسع والسبعون عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل إمام زماننا في ظهوره في مكة ثم يخرج إلى مكة والناس والناس يجتمعون بها إلى أن تقول الرواية فيقومون إليه ليقتلوه أهل مكة يقومون إلى إمام زماننا ليقتلوه فيقومون إليه ليقتلوه فيقوم ثلاثمئة وينيف على الثلاثمئة هم العدة وهم الأمة المعدودة إنهم الثلاثمئة والثلاثة عشر فيقوم ثلاثمئة وينيف على الثلاثمئة فيمنعونه من يمنعونه من القتل خمسون من أهل الكوفة إنهم أخيار العراق وسائرهم من أفناء الناس لا يعرف بعضهم بعضا اجتمعوا على غير ميعاد إنهم نجباء مصر وأبدال الشام وأخيار العراق وكنوز إيران ومن جاء من البلدان المختلفة الأخرى فأخيار العراق الذين عبر عنهم في الروايات التي وردت من طرق المخالفين بعصائب العراق وعصائب أهل العراق هذا هو عددهم إنهم خمسون من أهل الكوفة وإذا ذهبنا في تفاصيل الروايات فإنهم من المناطق العراقية المختلفة ولا يعرف بعضهم بعضا قبل هذا الوقت وإنما حينما يلتقون إمامهم ويلتقون هناك في مكة سيتعارف سيعرف بعضهم بعضا وحتى إذا افترضنا أن بعضهم يعرف بعضا منهم فهذا ما هو بتنظيم ولا هو بتشكيل سياسي ولا بتشكيل عسكري إنما هم أنصار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء هم أخيار العراق فلا وجود لمثل هذا العنوان في الروايات إنني أجيب على قدر سؤالك حاولت أن أجعل الجواب وجيزا بقدر ما أتمكن نذهب إلى فاصل شكرا